عندما تستمع إلى باب نيانغ وفرقته لا تدرك أنه يعزف وهو كفيف مغني الجاز السنغالي مصاب بالعمى منذ الولادة ولكنه يعرف نفسه على أنه هاندي كيبيبل أي معوق قادر على العمل في سن الثالث عشر بدأت أهتم بالموسيقى ودربت أذني على ذلك كنت أعزف الموسيقى على أشياء متنوعة كراس صنضيق لطالما عاش باب نيانغ في داكار ووصل إلى المستوى الذي هو عليه اليوم من دون أن يدخل أي مدرسة للموسيقى ولكنه يستخدم موهبته أغضا لأمر آخر ففي الأشهر الأخيرة كان يعمل على مشروع بعنوان هاندي كيبيبل لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم حلمي أن لا يلجأ ذوي الاحتياجات الخاصة إلى التسول وقد مضى أكثر من أربعين عاما على دخول مغند جاز السنغالي البالغ الثامنة والخمسين عالم الموسيقى وفي رصيده ثلاثة ألبومات منفردة ورابع قيد التحضير لقد قام بجولات في أوروبا ولا ينوي أبدا أن يبطئ من واترته وينتظر تحقيق حلم آخر له أن يغني مع ستيف واندر المغني الأمريكي الشهير الكفيف أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر